موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم أيضا تصحيحا جديدا في واجبات الترجمة من الإنجليزية إلى العربية في دورة الترجمة العامة في هذا النص الذي لدينا كما اعتدنا سنبدأ أولا بتصحيح الأخطاء الجوهرية التي لها علاقة بالمعنى الأصلي سوف نتأكد من عدم وجود أي تضارب في المعنى سنتأكد من عدم وجود أي مشكلات في الزمن الخاص بالفعل مثلا لأنها من الأشياء التي ترسبب مشكلات حقيقية في الترجمة سنتأكد من بعض المصطلحات والمفاهيم كمترجمين لا بد لنا من أن نعرف هذه المصطلحات والمفهومات نبدأ بكلمة وهو في الواقع المصطلح خاص به هو الاسترقاق بالدين نحن الآن في عصر في القرن الواحد والعشرين ولكننا نواجه صراحة القضية العبودية في بعض العالم عندما يموت الإنسان ولديه ديون تأتي بعض الجهات المستغلة فتعين وتوظف أبناء هذا شخص دون مقابل لعشرات السنوات على أساس أنهم لم يدفعوا بعض الديون ولا الفوائد المترتبة وهو نوع من أنواع العبودية ولا بد لها من الإقرائيه فهنا لدينا الجملة الأولى استرقاق بالدين هو أحد أشكال الإقراه وجدنا أن المترجمة قد اختار التقديم والتأخير لن يؤثر لهنا في المعنى فنتركها من لا بأس لا مشكلة نتابع فقط في القراءة نحن لا نريد أن نصلح الأخطاء القواعدية الآن فقط الأخطاء الأساسية لا يوجد لدينا تجار العبيد إنما هي الاتجار في البشر هذه هي الجريمة الموجودة ليست التجارة بالعبيد إنما الاتجار بشره مصطلح قانوني لا يجوز دغيره أم لوفلي معناها بطريقة غير قانونية وليس كلمة زورا لأننا الآن نتحدث عن مصطلحات قانونية اجتماعية سواء عن قصد أم عن غير قصد لا بأس بعض المصطلحات قد تكون قانونية وإذا ما ولدت في القانون لا يجوز تغيرها أبدا الآن فقط أنظر في الكلمات لكي أرى إذا ما كان هناك أي مشكلة التبرط المقصد فيها هي أن جهات معينة متبرطة في هذه الجريمة النكراء هي الاستعباد والاسترقاق وهي في الصراحة الموجودة حاليا في معظم دول العالم حتى في أمريكا وغيرها ولو أننا بدأنا نفكر بأنها لم تعد موجودة منذ قرون لكن هذا شيء غير صحيح سوء الحظ حتى الآن التصحيحات بسيطة التي وضعتها من نسبة المعنى فمعنى ذلك أنه لا يجدين كثير من الأخطاء بالنسبة لنقل المعنى هذه جملة كالعمل في مساكن خاصة هي في الواقع المشكلة الأساسية فيها أن المفتش يمكن أن يدخل إلى منشآة عمل لا بأس من ذلك لكن دخول بيت المخدوم في العمل المنزلي هذا يتطلب من المدعي العام ويتطلب أشياء كثيرة جدا ويصعب جدا دخول صاحب البيت بيت الشخص الذي يخدم فيه العامل نتأكد إذا ما كان هذا العامل يستعبد أم أن حقوقه يحصل عليها بالكامل وأهم حق أن يكون لديه حرية في ترك العمل في أي وقت مثل هذه الترجمات عادة تسبب لنا مشكلة بالفهم لأنها تتطلب نوعا من الترجمة الحرة والترجمة الحرة في مثل هذه النصوص لا نستطيع عملها إلا بالاستشارة الخاصة من صاحبي العمل نقدم الترجمة للشخص الذي طلب مننا الترجمة ونقول له هناك بعض المشكلات التغيرات الآن أضعها هي تغيرات بسيطة وطفيفة كما تجدون ليست كثيرة دليل على أن الترجمة حافظت على المعنى إلى حد كبير هذه الجملة من الجملة الغير الواضحة شطبتها الآن وضعت عليها خطا وأحببت أن أستخدم الترجمة Hermonotic Translation الترجمة التأويلية لأن الجملة الأصلية ليست التخفيض أو القدرة على ذلك يعني ليست مفهومة نهائيا بالعربية وهذا الشيء كيف نحدد أنها ليست مفهومة هو في الواقع لها علاقة بالخبرة وها علاقة بمعرفة توقعات القارئ باللغة العربية من هذه النصوص ولا شك أننا نستشدها من صاحب العمال في بعض الجملة التي لا نفهمها الآن هذه النصوص وضعناه الآن نحاول أن نغير بعض الأشياء الاسطوبية يعد الاسترقاق بالدين أحد أشكال الإكرام أو حاول أن نضع اسلوب خاص فأخي الكريم المتدرب الفاضل يمكنك أن تضع اسلوبك إذا أردت الآن أضع بعض التصيحات الخاصة باللغة العربية أيضا لأننا نقول يقع الآخرون وليس الآخرين فالفاعل الفاعل يجب أن يكون مرفوعا وليس منصوبا وضعت اللون الأصفر الآن لأن هذه الحبارة وجدت أنني لم أفهمها فأعود إلى النص الأصلي لكي أعرف المقصود فيه ثم أحاول أن أرجع كلمة initial that في المقصود فيها الدين الذي يتحمله الشخص هذا الدين الأصلي يأتي المطالبون بالدين يطالبون في تسداد الدين من الأبناء فيجبروهم على العمل مجانا بأجل دفع الديون وهذا ما يجعلنا نتحدث عن التجارب البشر فيجندونهم للعمل بطريقة غير قانونية وهذا الشيء يسبب لهم أيضا ضعف فلا يستطيعون أن يخرجوا من العمل إذن كلمة بالنسبة لي كلمة افتراض أن يكون ذلك الدين شرطا أساسي لتشغيل هؤلاء العمال كلمة assume ده المقصود فيها مفترضة يعني على أنها يعني الدين على أن العقد العامل بيني وبينك على أنه أنت يجب عليك أن تدفع الدين ولا يوجد هناك أي مقابل لا أدفع لك ولا أقدم لك حماية ولا تأمين صحي ولا غيره فقط عنك من أجل أن تدفع الدين الذي على والدك أو جدك أو أسلافك وهذا نوع من الاسترقاق والعبودية هناك أيضا بالنسبة للأشخاص الذين يسيطرون بطريقة غير مشروعة أو مشروعة إلى بلدان معينة ليعملوا فيها ثم لا يجدوا ما يدفعون به الديون التي تحملوها في بلادهم فحبذا لو هنا نترجمها بطريقة يعني مفهومة أكثر ما المقصود في ذلك؟ المقصود في ذلك بأن دول مثل أفغانستان مثلا هاجر منها كثير من الأشخاص الوكالات التي تهجرهم إلى بلدان أخرى لا تأخذ منهم أموالا عندما يصلون إلى بريطانيا كانوا يبعثون إلى الأهل يقولون هم أين مالنا الذي هربنا به ابنكم؟ ادفعوا الآن هنا تبدأ العبودية الحقيقية في بعض الدول الأجنبية وهذه من المعلومات التي قد تكون مهمة بالنسبة للمترجم خيث يخاف العمل العامل من الالتماس المتصافية الصحيحة لكننا نحاول أن نغيرها مقصود فيه أنه لا يستطيع أن يشكو السلطات فإذا ما وجد العامل نفسه في عبودية لا يدفع له أي شيء ويعامل معاملة سيئة ولا يستمح له أيضا بالحرية للحركة أصلا يقول لنفسي إذا ذهبت إلى الشرطة في البلد الأجنبية سوف يسفرونني إلى بلاد أخرى من الجدير بالذكر أن إيطالي على سبيل المثال تقول أي إنسان يشعر نفسه أنه مستعبد حتى لو أنه كان داخلا دخولا غير شرعيا للبلاد يمكنه أن يأتي للشرطة وستدافع شرطة عنه وستقف معه ضد المستغلين وليس العكس هناك المعاتن من السخرة المنزلية أو الاستعباد المنزلي من المهم جدا أن نرتزم من نسبة المصلحات السيرفيت إذا كتبنا استعباد لا مشكلة لكنها عادة أن نسمى السخرة المنزلية أو الاسترقاق المنزلي كله واحد لا مشكلة ومن أهم قضية العبودية على فكرة أنه عدم وجود حرية الحركة بالدخول والخروج غير ذلك هذه من إحدى أهم علامات الخاصة بالاستعباد في النسبة للعمل داخل البيت فهي ظروف فريدة من نوعها لماذا كما قلنا؟ لأن المدعي العام لا يستطيع أن يدخل إلى المفتشون لا يستطيع أن يدخل إلى المنزل إلا بأمره من المدعي العام فهناك خصوصية فهذا الشيء يجعل الضحايا في وضع استضعاف خاص لأنك لا تستطيع أن تصل إليهم أصلا فهنا كما تلاحظون أنا أترجم بطريقة يعني نضع فيها تفسير يسلب الخادم المنزلي من الحق في ترك العمل وفي الحرية أطلع أصلا وقد يساء معاملته ليس من الشرط أن تكون معاملتها لأن الخادم والخادمة قد يكون خادم قد يكون خادمة هنا نفسر الجملاء لا أستخدم طريقة تفسيرية هذه طريقة الخاصة ويمكن المترجم أو المتدرب الكريم أن يستخدم أي طريقة أخرى لتفسيرها لأنها غير واضحة بالعربية يعني تدفع له أجور زهيدة إن دفعت له أصلا هنا يوجد في الأصل كلمتك يعني هي جريمة فلذلك نقول وينطبئ على تلك الجريمة أيضا حرمان كثير من عاملات المنزل من المزايا والحمايات الأساسية التي غالبا ما تمنح لفئات أخرى من العمال لا داعي لكلمة جماعة العمال مثل يوم الراحة عادة لا يسمى يوم عطل يسمى يوم راحة day off وإضافة لذلك نضع دائما الحروف الرابطة حرية الحركة أيضا من علامات العبودية وعدم قدرة السلطات التفتيش على المنازل بسهولة كالتفتيش على أماكن العمل الرسمية هناك أيضا مفاتيش العمل ليس من الضروري أن يكون لديهم القدرة على الدخول يعني بعض مفاتيش العمل فقط لدخول من أماكن العمل أما إذا دخلوا إلى المنازل فليست من سلطتهم وهذه من المشكلات التي تمنعهم من التفتيش على العمل لتأكد إذا ما كان هناك ضحايا الاتجاري بالبشرية أم لا حتى الغير طبعي غير صحي طبعا غير الطوعي نقول وليس الغير طوعي هذا من الأخطاء اللغبية كما ذكرنا بالنسبة لكلمة الاسترقاق والاستعباد يعني حب ذا من المهتدرب الكريم يعني استخدم مصطلحا واحدا دائما ولا يجوز تغير المصطلحات من جهة الأخرى يمكنك أن تستخدم تابع للأمم المتحدة الآن ننسخ النص كاملا ونحذف منه جميع التغيرات الموجودة باللون الأصفر أو الأحمر أو غيرها يعني نحذف التنسيق من أجل أن نجهز النص النهائي فهذا هو النص الذي سوف نقدمه للعميل ونطلب إليه أن يعني يساعدنا إذا ما كان يريد أن يوضح فكرة معينة أم لا لأننا كمترجمون لا نستطيع في الواقع كمترجمين أن نتصرف في الترجمة دون استشارة صاحب العمل هنا أنا الآن أوضح الفكرة يقتردون المال في بلدانهم الأصلي توجه إلى بلد المقصد وعندما يصلون إلى هناك ما الذي سيحدث إذن؟ ما الذي سيحدث هذا؟ يقعون فريزة أو ضحية للإتجار بالبشر والإسترقاغ بالدين يعني يقول له أنت لم تدفع الدين الذي دفعناه للمهربين لكي تأتي إلى هذه البلاد وغير ذلك وضعتها في الأصفر لأننا تحررنا قليلا من أجل تفهيم القارئ النص الأصلي يجب علينا هنا أن نستشير صاحب النص الذي أرسله إلينا لنقول له هذا ما وجدناه هذا رأينا وأن تحر إذا ما أردت إعادتها حرفيا لكنها غير مفهومة أو تركناها بطريقة واضحة أو أنك تريد أن تضيف وتوضح كما تشاء مثل هذه النصوص نعاني صراحة من عدم وجود بعض الأشياء الواضحة فيها فنضطر إلى الزيادة أو النقصان لكن بالترتيب مع العميل بهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس نتمنى لكم كل الفائدة نراكم في دروس أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته